وهذا يقودنا إلى المعنى الكتابي لكلمة نبي كان المفهوم السائل في القديم عن النبي أنه الإنسان الذي له الحق أن يتكلم باللسان الله الله يضع الكلام في فم النبي ويعلم النبي ما يتكلم به وبنتشوف الكلام ده مع موسى في خروج أربعة إتناشر فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به وهنا النبي الحقيقي لا يسيب رسالته لأهواء النبي وشهوات النبي أو أغراض النبي أو ضعفات النبي الله يرافق رسالته ويصاحب رسالته ويحفظ رسالته يعني موسى ما يجيش في مرة وينسي كلام الله لأن الله مع الكلام أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به وده النبي الحقيقي النبي يتكلم نيابة عن الله بسلطان الله فهنا النبي كمان مش بيتكلم عن أحداث رد فعل النبي عنده رسالة بيتكلم للشعب أنا الله بسلطان الله وكان كمان بالإضافة لفكرة الخلاص وانتظار المسية كان دور النبي هو إعلان التوبة وكان دعوة للتوبة والرجوع على الله عشان الناس يرجعوا يكونوا في شاركة مع الله الله دوره مش بينتهي عند حد وضع الكلام في فم النبي لكن الله بيضمن توصيل الرسالة لشعبه وإلا ما يبقاش النبي ده مش نبي لله الحقيقي اشتركوا في القناة